تواصل فرق قسم أجريم المنظمة والأمن الوطني متابعتها للأسعار في أسواق قضاء بلد ومنع ضعاف النفوس من استغلال الوضع الاقتصادي الرهن لزيادة معاناة المواطنين الزميل عبدالجبر مهدي رافق هذه الفرق وأعاد لنا تقرير التالي بهدف مراقبة أسعار المنتجات الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن هنا ومحاسبة من يتسبب غلوها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقية بأشرت مفارز قسم مكافحة الجريمة المنظمة في قضاء بلد احدى تشكيلات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمشاركة مديرية الأمن الوطني جنوبي محافظة صلاح الدين جولاتها اليومية شملت الأسواق العامة لمتابعة أسعار البضائع الحالية ومقارنتها بالسابقة بناء على توجيات السيد وزير الداخلية المحترم المبلغ إلينا عن طريق مراجعنا باشرت مفارزنا التابعة على قسم مكافحة الجريمة المنظمة بلد ضمن تشكيلات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الجاة الأمنية الساندة مديرية الأمن الوطني جنوبي صلاح الدين بمراقبة أسعار المواد الغذائية والحادات الضرورية التي يحتاجها المواطن بالأسواق بعد الارتفاع الملحوظ بالدولار مقابل الدنار العراقي رصدنا نسبة قليلة من الأشخاص الذين خالفوا التعليمات الصادرة من قبلنا الذين قاموا برفع الأسعار لكن نحن لدينا توجيهات من مراجعنا إضافة لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء وحالة من القضاء ونحن مستمرون بشكل يومي ولأن التعامل في شراء المواد الغذائية تكون بالدولار وبنسبة تفوق التسعين بالمئة مما أثروا بشكل كبير على أسعارها التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة على حد قول أصحاب المحال التجارية فيما عبر مواطنون عن امتعاضهم الشديدة بعد أن تضرر القسم الأكبر منهم جراء هذا الارتفاع شراء المواد هي كل المواد مستوردة لذلك هي المواد كلها بالدولار الأمريكي وأن صعود الدولار كما مقرر عليه في مقابل رئاسة الوزراء ووزارة المالية ب145 ألف دينار بدلاً 119 ألف سوف يؤدي هذا كله على كاهل المواطن الدولار أثر على السلعة الشكر صاعد 500 دينار التمن صاعد 500 دينار المعجونة صاعدة 500 دينار والله جزاني عندي فلوس بس النازح منين يجيب إذا هو هسا بالمخيم وهسا جاي راجعون المنطقة دينار ما عنده بجيبة زياني منين يجيب جهود مضاعفة لحماية المنتوجات من جشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المواطن في الظروف الراهنة وعلى حساب المواطن الفقير من قضاء بلد عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية